اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على شركاء حسب مساهمة كل واحد منهم لذلك هذا المفهوم رح تتعرفه على اكثر تلاحظ انه الدرس كتير سهل وبسيط لكن من خلال الامثلة فنتعرف مع بعض على مثال رقم واحد الموجود بصفحة 36 بقولي بمثال رقم واحد قسم عمر وسامي ارض مساحتها 1600 متر مربع بينهما بنسبة اتنين الى ثلاثة يعني في عندي ارض مساحتها 1600 متر مربع بدو يقسمها ما بين هدول الشخصين عمر وسامي لكن لما بدو يجي يقسمها بدو يقسمها بنسبة اتنين الى ثلاثة يعني اتنين لعمر نسبة اتنين حسطين الى عمر وتلت حصص من هاي 1600 الى سامي اجد مساحة الجزء الذي سيحصل عليه كل منهما واضحقق من صحة الحل لما يعطيني هاي النسبة طبعا انا ما بعرف كم بيعني بالزبط رح ياخد كل شخص منهم فعشان اعرف كم بالزبط هاي المساحة رح تتقسم عليهم مش بستساوي طبعا بالنسبة هاي المحددها اللي هو اتنين الى واحد الى ثلاثة يعني انه عمر رح ياخد حصطين من 1600 متر مربع وسامي رح ياخد ثلاث حصاص من 1600 متر مربع شو رح نعمل ياميس اتبع معي واحفظ معي الخطوات اللي رح نقوم فيها اول خطوة عشان تيجي تقسم هاي المساحة على هدول النسبتين مع بعض اول خطوة ودائما بنعملها بنجي بنجمع النسب اذا بمسك النسب المعطينيها في السؤال وبنجمعها بحكي اتنين زائد تلاتة يساوي خمسة اذا اول خطوة نجمع النسب اذا اول خطوة نقسم المبلغ او العدد او الاشي اللي بننا نقسمه نقسم المبلغ كامل او الحصة كاملة على عدد النسب شو يعني يعني مساحة الارد كاملة هي عبارة عن 1600 متر مربع هاي 1600 متر مربع بدي اقسمها على مجموع النسب معناته تاني خطوة بدي امسك 1600 واجي اقسمها على مجموع النسب كم طلعنا مجموع النسب خمسة يلا نجي نقسمها مع بعض 16 تقسيم خمسة فيها بتلاتة تلاتة في خمسة خمسة بيزيد واحد حطيته صغير جنب الصفر فصار عشرة عشرة تقسيم خمسة اللي هي عبارة عن اتنين والصفر بينزل زي ماهم معرف تقسم بهاي الطريقة اقسم قسم طويلة فبتلاحظ لما تقسم 1600 تقسيم خمسة بيطلع جواب عبارة عن 320 هاي تاني خطوة هاد المبلغ اللي بيطلع معاي هو عبارة عن قيمة الحصة الواحدة اذا لما اقسم المبلغ الكبير او المساحة كاملة او الاشي اللي بدي اقسمه كامل على عدد النسب او على مجموع النسب القيمة اللي بتطلع معاي سابع هي قيمة الحصة الواحدة يعني الحصة الواحدة قيمتها 320 طب سؤال قلنا على حسب هاي النسب عمر كم حصة اليو؟ قيمة الحصة الواحدة طب سامي كم حصة اليو؟ سامي اليو ثلاثة حصة طب شو بنعمل يمز؟ صح احنا طلعنا قيمة الحصة الواحدة طب اذا عمر اليو حصة معناته رح يوخد 320 زائد 320 طب سامي رح يوخد 320 زائد 320 زائد 320 فمش منطق اعود اجمع فبقول الخطوة الثالثة ضرب قيمة الحصة الواحدة بقيمة النسب شو يعني يمس؟ يعني بمسك قيمة الحصة الواحدة اللي هي عبارة عن 320 وبهاجب اضربها بالنسبة الاولى او العدد الحصة للشخص الاول عمر الي هو عبارة عن 2 يلا عشان نعرف كم رح يوخد مساحة من هاي الارض كاملة لانه له حصتين 2 بالصفر الي هي عبارة عن 0 2 2 2 4 2 3 6 معناته فعليا عمر رح يوخد 640 متر مربع لمين هاي حكينا العمر طب عشان نيجي نحسب كم رح ياخد سامي من مساحة الارض كاملة نيجي نضرب قيمة الحصة الواحدة اللي هي عبارة عن 320 ضرب عدد الحصص اللي رح ياخدها سامي واللي هي عبارة عن 3 يلا نيجي نضروه مع بعض 3 ضرب 0 0 3 2 6 3 3 9 معناته قيمة او مساحة الارض اللي رح ياخدها سامي عبارة عن 960 متر مربع لمين هاي لسامي طب عشان اجي اتأكد من صحة الحال اتحقق من صحة الحال شايفين هاي الاجوبة اللي طلعت لكل من عمر وسامي جرب اجمعهم مع بعض يمس يلا 0 زائد صفر صفر 4 وستة عشرة صفر باليد واحد 9 وواحد عشرة وستة ستاش كم طلع معي المجموع 1600 متر مربع اذا طلع عندي مجموع المساحة لكل من عمر وسامي طلعت عبارة عن المساحة الكليية اللي انا اصلا قسمتها معناته حلي في هاي الحالة راح يكون عبارة عن صحيح اذا هذا هو التقسيم التناسبي تقسيم التناسبي يكون عبارة عن مبلغ من المال او ربح او مثلا ورثة او مساحة ارض زي في هذا المثال وهذه الورثة او الارض او شو مكان نوحة بدي اجي اقسمها ما بين اشخاص بس طريقة تقسيمها ما بين اشخاص راح تكون ضمن نسب معينة مش متساوية طبعا راح اعمل ثلاث خطوات اول خطوة بجمع النسب الموجودة في السؤال بعدين بنقسم المبلغ كامل او الحصة الكاملة على مجموع النسب بيطلع معي قيمة الحصة الواحدة بعدين ثالث خطوة بالاخيرة ببلش اضرب قيمة الحصة الواحدة ضرب عدد الحصة لكل شخص عشان اطلع كم كل شخص راح ياخد نساحة من هاي الارض الكاملة تمام خلينا نشوف مع بعض سؤال التحقق من فهمي الموجود بالصفحة 36 بقول لي اقسم او قسم مبلغ 1400 دينار بين سوها وجميل بنسبة 3 الى 7 بدي اعرف كم كل واحد اخد من هاي ال 1400 طب لما اقول قسم 1400 دينار بين سوها وجميل بنسبة 3 الى 7 طب كم كل واحد اخد طبعا اكيد ما راح اعرف كم كل واحد اخد بالدنانير لذلك لازم اقوم بعملية تقسيم هذا المبلغ بهاي النسب اللي محددها ضمن الخطوات اللي حكيناها اول خطوة شو قلنا بنجمع النسب يلا شو النسب 3 الى 7 اذا 3 زائد 7 يساوي 10 تانو خطوة بقسم المبلغ الكامل اللي هو عبارة عن الارض 400 على عدد النسب او على عدد الحصص كاملة الصفر مع الصفر بروح بيضل عبارة عن 140 على واحد معناته 140 دينار لانو منحكي عن مبلغ هون كنا نحكي عن مساحة 320 متر مربع الحصة الواحدة بس هون منحكي عن 140 دينار لانو منحكي عن مبلغ عن مصاري هاي قيمة الحصة الواحدة تمام؟ اذا قيمة الحصة الواحدة عبارة عن 140 دينار طب هلأ سهة كم إلها حصة؟ إلها 3 حصص معناته الخطوة الثالثة باجي بضرب عدد الحصص لسهة ضرب قيمة الحصة الواحدة اللي هي عبارة عن 140 طب جميل كم حصة إلو؟ جميل إلو 7 حصص معناته باجي بضرب السبع عدد الحصص ضرب قيمة الحصة الواحد يلا نجي نضرب مع بعض بنزل الصفر 4 في 3 اللي هي عبارة عن 12 2 باليد 1 3 في 1 3 و 1 معناته 420 دينار راح يكون لميم هذا المبلغ راح يكون لسهة طب نيجي نحسب كم راح ياخد جميل؟ يلا بنزل الصفر 7 ب 4 اللي هي عبارة عن 28 8 باليد 2 7 ب 1 7 و 2 9 معناته جميل راح ياخد 980 دينار لا جميل لوحده طب عشان نتأكد إذا حلنا صحيح أو لا شو بنعمل؟ بنروح بنجمع المبالغ لكل شخص اللي طلعناها لكل شخص بنجمعهم مع بعض صفر و صفر عبارة عن صفر 8 و 2 عبارة عن 10 صفر و باليد 1 9 و 1 10 و 4 14 طب عبارة عن مجموعة دانالير كاملة لما جمعت المبلغ اللي أخدوا التوسوها مع المبلغ اللي أخدوا جميل عبارة عن 1400 دينار وكم كان المبلغ كامل عبارة عن 1400 دينار معناته حلي صحيح تمام؟ يا ساب الله عن موسيقى